ثانياً قائمة العمليات لإتمام عملية تسجيل الأصل أو إضافة الأصل تحتوي على ثلاث شاشات عمليات الأصل الصيانة مصروفات الصيانة أولاً شاشة عمليات الأصل هي الشاشة الثانية لتكملة عملية تعريف الأصل يمكنك الوصول لها من قائمة العمليات المنسدلة من الأصول الثابتة اختيار شاشة عمليات الأصل ثم النقر على زر إضافة جديد ثم أدخل رمز الأصل سوف يظهر اسم الأصل في مربع اسم الأصل ويظهر أيضاً حساب الأصول المحدد من الشاشة الأولى لتعريف الأصل بشكل تلقائي يمكنك تحديد نوع العملية، القيمة الافتتاحية، المشتريات الجديدة، مباعة، تالف، الإهلاك، تقدير، إعادة تقييم ثم ادخل تاريخ الشراء في حال كان الأصل مشتريات جديدة ادخال رقم المرجع وهو رقم فاتورة الشراء يمكنك ادخال قيمة الشراء عشر مليون مثلاً يمكنك ادخال رمز التعريف، خط إنتاج للمصنع الجديد يمكنك ادخال رمز وسم الحساب الدائن لعملية الشراء ثم النقر على زر حفظ سوف تظهر رسالة تمت عملية اتمام عملية تسجيل الأصل بنجاح على الشاشة ثانياً، شاشة الصيانة هي شاشة لتعريف بنود صيانة الأصول نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد يمكنك ادخال الرمز واحد مثلاً يمكنك ادخال الاسم باللغة الأساسية كما يمكنك إضافته بلغات أخرى صيانة السير الأممي مثلاً يمكنك تحدد نوع الصيانة المركبة، الآلية، أخرى ادخل رقم المسلسل 1-2-3-4-5-6 مثلاً ادخل تاريخ الشراء 24-10-2018 مثلاً ادخل العمر الافتراضي حتى 24-10-2018 مثلاً ادخل الموقع ثم ادخل الصيانة الأخيرة متى كانت آخر مرة للصيانة؟ ادخل تفاصيل أخرى شرح تفاصيل بند الصيانة مثلاً ادخل رمز أو اسم حساب المصاريف مصروفات الصيانة سوف يظهر الاسم مصروفات نثرية مثلاً ثم بالنقر على زر الحفظ ثالثاً شاشة مصروفات الصيانة لإدخال عمليات الصيانة التي تتم على الأصل لتتمكن من إدارة ومتابعة صيانة الأصول والرقابة على الصيانة الدورية لها ومعرفة إن كان الأصل تتم عليه عمليات صيانة كثيرة فيتم استبعاده واستبداله بأصل جديد نبدأ بالنقر على زر إضافة جديد ثم ادخل رقم المستند 45 مثلاً ثم ادخل تاريخ المستند 24-10-2018 ثم ادخل كود الصيانة 1 مثلاً يمكنك البحث بالاسم صيانة سير أمامي مثلاً ثم ادخل مبلغ الصيانة ثم ادخل التعريف شرح عن عملية الصيانة مثلاً يمكنك ادخال رمز الحساب المدين 0016 أو البحث بالاسم مباشرة ثم سوف يظهر اسم الحساب مصروفات نثرية ثم ادخل رمز أو اسم مركز التكلفة إن وجد ثم ادخل الحساب الدائن لعملية الصيانة سوف يظهر اسم الحساب الدائن صندوق المصروفات النثرية مثلاً يمكنك ادخال رمز أو اسم مركز التكلفة إن وجد ثم انقر على زر الحفظ لإتمام العملية وحفظ المعلومات